جانبا هذه المقطع يا حبايب التفاعل النازل هو الزر لايك حطوه التفاعل لحي يزداد انشروا مقطع بكل مكان أحبكم سهران للساعة 9 الصبوح وقال سوي لكم مقطع فتشوفوا المقطع وحطوا لايك الخبر اولي عادنا عن ياسو تنزيله على حسابها بالتيك توك هذا المقطع يا حبايب اللي كانت تستعيد بها ذكرياتها والخطة مالة الزاتر اللي ماتت في 2018 في غير المتابعين متوقعين هي قاعد تستعيد ذكرياتها يا حبايب ما دركتما بالكومنتات ننتقل حاليا الرايدر يا حبايب تنزيل هذا الستوري اللي تشايك كاتب بيه كلام موجه الشخص انه مرة جاي وبعد رح يسمع نصيحة من متابعينه وانه هو يعترف انه وقع بنفس الغلطة لمن واحد بقلبه طيب يصير غبي مرات وانه الاكثر كان معارضه واي اشياء هو سواها بهذه الفترة ولكن هو بطبيعته ما يحقد على اي شخص وياه وانه على العموم ترقبوا الاشياء الخرافية اللي رح يسويها مفاجآت وهو يعتذر لي امسي مع كلام المتابعين فكتنا يا حبايب الكومنتات وقوان كلام رايدر الموجه منه بالضبط ولكن شي الغريب اللي صارق يا حبايب انه واحد اف مقاطعة واللي ويا ياسو باليوتيوب فكتبنا بالكومنتات شون تقوان السبب ننتقل حاليا الاتهجوم اللي تعرضت لبيسان تيكيت وحتى بيسان اسماعيل بالنسبة لبيسان تيكيت فنزلت على حسبها بالتيك توك هذا المقطع يا حبايب كانت ترقص به من نفس الوقت ملابس قصيرة فهو املي كومنتات يا حبايب اجاه في لهذا الطرط ان هي السكر التعاليق اما بنسبة بيسان اسماعيل يا حبايب فنزلت هذا المقطع على قناة موفلوكز نوعا ما تشارت بلابس ابي ملابس شوية قصيرة فكتبنا بالكومنتات ستحققوا التهجم اولا وعلى سيرة بيسان اسماعيل يا حبايب انه الشاي بنزل هذه الصورة كان كاتب عليها الحمدلله وبوضح صورة رومانسية فهل يترى صارت خطوبة وكاتبوا عليها الصورة الرومانسية فكتبنا بالكومنتات شو يرأيكم ننتقل حاليا الاميرا للحسين وتهجمها باغنيتها الجديدة على محمد كريم بالموقت الصديق يا حبايب نزلت هذا المقطع على التيك توك برومو اغنيتها الجديدة وكان واضح لدستراك وكلماتها موجهة لمحمد كريم رابطوكم اللغنية اسمعوها خليك بعيد عن قلبي وانسى الايام اللي كانت بيني وبينك سميتها وهميتها هادخ له هواي من الكومنتات انهم يتفجروا ويتهجموا عليها من جيش محمد كريم يا حبايب في الكومنتات مثل ما شافين قال يتهجموا عليها ويستهزون بها يعني في كلمات الكومنتات استحققت تهجموا ولا ومنرأ ننتقل حاليا البنين ستارز وسفرها للعراق في نزلة هذا السوري من داخل الطيارة بعد هذا السوري اللي هي الداخل للعراق يا حبايب فطبعا اكيد نورتي العراق وكتملها بالكومنتاج قلتم بتحمسي اشياء خرافية رح تزويها بالعراق ندقل حالي نورستار وحصولها على جائزة ثالث أفضل وحدة بالإنستغرامها كعربية صراحة شي نفتخر بي وكتبها بالكومنتات شو رأيكم روح حالين يا حبايب عن جنا واللي هي أخت عصومي وليد واخيرا يا حبايب قررت أن هي تتحجب ونزلت هذه الصورة أن هي متحجبة فالف الحمد لله والله يثبتها على الحجاب ودول يا حبايب بالكومنتات أنه والله يثبتها على الحجاب ووصلوا يا حبايب في جرم وقبل الايكات في جرم وقبل الايكات في جرم وقبل الايكات وشاناكم في الزي مخاطر منك للقصة وصحبكم مع السلامة